انطلق محادثات السلام اليمنية في السويد ومبعوث الأمم المتحدة يعلن التوصل لاتفاق تبادل أسرى ومعتقل قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مركز لشرطة الإيرانية في مدينة شبهار جنوب شرقي البلاد حالة تتأهب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في ظل مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي للكشف عن فاق حزب الله نشرة الخرلان من واشنطن أهلا ومرحبا بكم أنا أحمد غير الدين ونبدأ هذه النشرة من السويد حيث بدأت محادثات برعاية الأمم المتحدة بين وفد الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين التي يتوقع أن تستمر أسبوعا وأعلن المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفاث في افتتاح المخادثات بحضور وفد الصراع أن الأيام المقبلة ستكون أساسية لإعطاء زخم لعملية السلام مشددا على أهمية عدم دخل أي طرف عن دوره جريفاث أوضح أن المباحثات ستشمل خفض العنف ومطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية والتحديات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة سيكون لدينا فرصة لتقديم زخم كبير لعملية السلام والتقدم نحو اتفاق شامل مرتكز على مبادرات مجلس التعاون الخليجي والحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن كما ستكون لنا الفرصة لتحقيق تقدم حقيقي ولوضع أطار للمفاوضات والتحديد لاتفاق سلام مستئناف عملية الانتقال السياسي أؤمن أننا سنجد حلولا لمشاكل أساسية قد تنعكس إيجابا على الأوضاع المعيشية في اليمن من بينها تخفيض العنف والوضع الاقتصادي ومطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية كما أعلن جريفاث أوفداء المحادثات وقع على اتفاقية لتبادل الأسرى والمعتقلين للمحادثات هنا وسيسمح بإعادة لمشمل آلاف العائلات وهو نتاج فعال من قبل الوفدين ما سنفعل اليوم وخلال الأيام المقبلة هو التركيز على تنفيذ هذا الاتفاق الوضع اليائس الذي يعيشه الشعب اليمني يشمل إمكانية حدوث مجاعة واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي هذا ويتطلع اليمنيون إلى مخارثات استكهولم على أنها بارقة أمل جديدة لحل سلمي ينهي نزاع المسلح وهذه عينا لبعض أراء المواطنين في صنعاء وعدم أعتقد أن الإجراءات الحاصلة حاليا هي إجراءات تؤدي بشكل معين إلى خلق نوع من التهديات التي ستهيئ لمشاورات حقيقية ما دم هو القصف جاري ما بجنيه صالحة أنهم يوقفوا الحرب فوقعاتي مشارة السويد أنها إن شاء الله خير ومتفاعلين الخير أخلمكم أن الأمم المتحدة تنظر لنا بعين الرحمة الدين قدنا من ما إحنا فيه أي وإحنا في اليمن تهبرني الصدق مفاوضات الجارية في هذه الأيام مفاوضات على إعتقادنا مفاوضات كاذبة لأنه لم يتوقف القصف ولم يتوقف الحرب في الجبهة نأمل أن تسمى مشاورات هذه على خير وأن الوضع الاقتصادي للبلاد يعود كما كان توقعاتي يعني إن شاء الله إن شاء الله أنه لابد من إيجاد السلام في اليمن نرقو أنهم يحسوا بمعنى المسؤولية تجاه هذا الوطن لأنه إذا ما وصلنا إليه حاليا يكفي من حروب ودمار وتشريد وقاتل يكفي أولا يجب علاجة مع المتشاورين أولا قبل التشاور الإحساس بمسؤولية الوطن بالنسبة للمفاوضات السلام والذي يتم في السويد هذا الأسبوع نحن نتمنى لها النقاح نتمنى النقاح لأن الحل العسكري فشل برأينا بأن هذه المبادرة ولدت ميتة مثلها مثل شابقاتها جينيف 1 جينيف 2 جينيف 3 إلى إيران حيث قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقر قيادة الشرطة في مدينة شبهار بجنوب شرق البلاد وأفدت وسيل أعلام إيرانية أن قائد شرطة المدينة قتل في الانفجار كما قتل المهاجم بدوره وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم قال قائد الحرث الثوري الإيراني إن من بين القتل عدد من رجال الشرطة مضيفا في الوقت نفسه أن الأمن مستطب وأن الأجهزة الأمنية استطاعت السيطرة على الموقف ومشاهدين قبل أن نكمل باقي موضوعات النشرة نستعرض الآن موجزا سريعا لأهم الأنباء استضمت طائرتان تابعتان لسلاح مشات البحرية الأمريكية ببعضهما أثناء التزود بالوقود في الجو قبال تسواح اليابان وقال مسؤول في بنتاجون لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحادث وقع بين مقاتلة من طراز F-18 وإطلاقرة صهريج من طراز C-130 وأعلن سلاح المارينزي في بيان أن عمليات البحث والإنقاذ جارية رئاسة الفرنسية تبدي قلقها من أعمال عنف متوقعة خلال تظاهرات السطرات الصفراء السبت المقبل رغم تراجع الحكومة عن قرارات زيادة الضرائب الحكومة الكندية تعلن عن إيقاف المديرة المالية لشركة هواو الصينية وتشير إلى أن الولايات المتحدة طلبت تسليمها على خلفية تقارير أفادت بانتهاكها العقوبات الأمريكية على إيران السفرة السعودية في واشنطول عودة تسافير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد إلى مركز عمله بعد غياب دام حوالي شهرين أنضاهما في السعودية القضاء التركي يصدر مذكرة توقيف بحق الصحفي جاندوندار الموجود في المنفى في ألمانيا بتهمة مشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 رئيس منظمة التجارة العالمية يحاضر من أن الجميع سيكون خاسرا في أي حرب تجارية عالمية مشيدا في الوقت نفسه بدعوات إصلاح المنظمة التي أطلقت في قمة العشرين في الأرجنتين تستمر حالة تاهوب على الحدود الإسرائيلية لبنانية في ظل مواصلة العمليات الإسرائيلية للكشف عن الأنفاق التي حفرها حزب الله انعكس هذا التوتر على الحياة اليومية لسكان المنطقة وزوارها فار بلوم على الحدود الشمالية من أجل قضاء عطلة عيد الأنوار لدى اليهود زيارة تأتي في خضم عملية عسكرية ما جعلهما كالكثيرين من السياح يعربون عن قلقهم من الوضع الأمني كنت خائفة قبل الوصول إلى هنا حيث علمت صباحا ببدء عمليات البحث لكن الآن الهدوء يسود المكان أنا هنا بصفتي سائحا ولكنني ألاحظ أيضا أن السكان مستمرون في حياتهم اليومية وقد تراجعت الحركة السياحية في شمالي إسرائيل بسبب الوضع الأمني خاصة في ظل تصريحات ضباط بأن الهدف التكتيكي لنفق حزب الله الذي تم اكتشافه كان عزل بلدة المطل على الحدود وأنه تبقى شهران لتصبح هذه الأنفاق صالحة للاستخدام وأعربت مصادر أمنية عن اعتقادها بأن منظمة حزب الله لن ترد في هذه المرحلة على عملية درع الشمال التي أطلقها الجيش الإسرائيلي لكشف الأنفاق وأكدت أن هذه العملية تجري داخل الأراضي الإسرائيلية وأن هدفها هو منع انتهاك السيادة الإسرائيلية عمليات الحفر الهندسية تسير على قدم وساق في الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان وحتى الساعة يبدو أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف الجيش الإسرائيلي من ناحية يقول أن الهدف من هذه العملية هو إحباط الأنفاق دون الدخول في مواجهة عسكرية يحيى قاسم الخرة من الحدود الشمالية لإسرائيل في الجانب الآخر قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بيري أن إسرائيل لم تقدم دليل قلال اجتماع مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء على وجود أنثاق الهجوم عليها على الحدود المشتركة بين البلدين جاء هذا في بيان عن المكتب الإعلامي البري وذكر بيان لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونفاد أن الأطراف اتفقت خلال اجتماع كان مقررا قبل بدء إسرائيل همالياتها الجارية على أن ترسي أنفال فريق فنيا إلى إسرائيل اليوم الخميس للتأكد من الحقائق على الأرض هذا في مقالة في رجند المعنى الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية بلاده تعمل على إدانة حزب الله ولبنان في الأمم المتحدة على خلفية قضية الأنفاق وأكد في مقابلة مع الحرة أن المسؤولية تتقع للحكومة اللبنانية التي تزعم بسط صيادتها إلى كامل الأراضي اللبنانية أكيد الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن ما جرى الحكومة اللبنانية نفسها تقول أنها ساحبة السيادة على لبنان وما إلى ذلك ولذا طبعا نحن نحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية نعمل على السعيد الدبلوماسي من أجل إدانة حزب الله ولبنان في الأمم المتحدة في مجلس الأمن على هذا الانتهاك وبالتالي نحن نعمل من أجل حماية مواطنين هذا هو الحق والواجب المتاح لنا وفقا للقانون الدولي وعلى المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بلدة المطلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية مراسلنا يحيى قاسم ومن بلدة كفر كلا جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلتنا صحر أرنوض أبدأ بك يحيى فيما تعلق بزيارة هذا الوفد من القوات الدولية كيف سيجرى العمل وكيف ستستمر العمليات مع وصول هذا الفريق دعنا محمد نبدأ مع الجولة التي تفرغ لها رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو والتي قام مع سفراء معتمدين في البلاد بجولة هنا في هذه المنطقة من أجل إطلاعهم على سير العمليات وعلى حيثيات هذا النفق وعلى النقاط الأخرى التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي كنا قد رافقنا جنبا من هذه الاجتماعات وتحدثنا إلى السفير الروسي في البلاد أناتولي فيكتوروف الذي قال لنا أنه من حق إسرائيل من الناحية المبدئية من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ولكن يجب الحذر من التصريحات الحادة التي من شأنها تصعيد الموقف هنا في المنطقة هذا من ناحية رئيس الحكومة والسفراء في البلاد ولكن من ناحية ثانية قبل قليل أيضا انتهى الاجتماع الذي عقد لضباط اليونيفيل مع قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يويل ستريك الميجر جنرال يويل ستريك والذي أحاطهم فيها علما بالتطورات هنا ولكن نشير إلى أن ضابط رفيع تحدث إلينا وقال إنه عمليا إسرائيل نقلت معلومات في السابق عن مخازن للأسلحة في جنوب لبنان تابعة لحزب الله إلا أن قوات اليونيفيل التي تتواجد في الجانب اللبناني في جنوب لبنان لم تفعل شيء بهذا الأمر وهي عمليا لم تفرض قرار 17-01 الذي يمنع من تواجد عسكري لحزب الله في جنوب نهر الليطاني وبالتالي فالقوات الإسرائيلية تشكك في قدرة اليونيفيل في أن تفرض سيطرتها على الجانب اللبناني تحديدا على حزب الله وهي تقول إن المعلومات التي تصل إلى يديهم بالنسبة للمخازن المتواجدة في داخل لبنان لا يمكن من خلالها التقدم في أي شيء لكن على أرض الواقع تحدثنا اليوم أيضا إلى ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الذي قال إن العمليات الحفر تتواصل تحديدا في ثلاثة مناطق المنطقة هنا من خلفي في جنوب قرية كفاركيلا أو في شمالي لمطل يعني يتعلق من أين تنظر إلى ذلك في جنوب كفاركيلا ومنطقة أخرى بالقرب من رمية وتجري أيضا حفريات على مقربة منوعة وبالتالي النفق الوحيد الذي تم اكتشافه هو من خلفي في منطقة كفاركيلا بالأمس كنا في جولة ليلة طلاع بقلة من الصحفيين تواجدنا هناك من أجل الطلاع بالفعل على هذا النفق الذي نشره الجيش الإسرائيلي نحن شهدنا من خلال كاميرات عسكرية الحفريات التي كانت في تحت الأرض وفتحات التهوئة التي قام من حفر هذا النفق عمليا بمدها والأسلاك الكهربائية الجيش أضاف أن الكاميرات التي تدخل إلى هذه الأنفاق هي مزودة بأجهزة لإطلاق النار وهو عمليا ما شهدناه أمس الأول عندما دخل عنصران من الجانب اللبناني وتم إطلاق مفرقعات باتجاههما مما أدى إلى هروبهما إلى الوراء بعد هذه المفرقعات لكن على أي حال السؤال الذي يطرح الآن بالفعل هو ما هي الوجهة التي ستتخذها إسرائيل رئيس الحكومة قال في خلال لقائه مع السفراء المعتمدين في إسرائيل بأنه من غير المستبعد أن تمتد العملية العسكرية حتى إلى داخل لبنان إذا ما اضطرت إسرائيل من أجل الدفاع على أمنها ولا أمن مواطنها نحن نشير هنا إلى أنه في حال تم تفجير هذه الأنفاق فإنه بطبيعة الحال ستدخل إلى داخل الأراضي اللبنانية التي تبعد على بعد مئات أمتار محدودة من الجدار ربما هذا ما سنعرفه من الجانب على آخر إذ تنضم إلينا مراسلتنا سحر النوط من ملتة كفركلا في جنوب لبنان ربما هذا التصريح الذي أشار إليه يحيى في هذا اللقاء الذي جرى ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من السفراء والذي قال أن هذه العملية ربما تمتد إلى الداخل اللبناني لو شعر بتهديد للأمن الإسرائيلي كيف تعاملت أيضا الحكومة اللبنانية مع هذا التهديد وتصريح بالأمس من الحكومة الإسرائيلية بأن الحكومة اللبنانية لا تفلط سيطرتها بالشكل الكافي على الحدود هذا الكلام رد عليه اليوم رئيس الحكومة رئيس الحكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قائلا بأن لبنان يلتزم من درجات القرار 1701 وأن الحكومة اللبنانية حريصة على عدم تفلط الأمور عند الحدود الجنوبية من لبنان وأن التواصل والحوار قائم والتنسيق أيضا قائم مع قوات الطوارئ الدولية ومع الجيش اللبناني لاحترام من درجات هذا القرار وأشار الرئيس الحريري في بيان صدر عن مكتبه اليوم أن الحكومة حريصة على التزام نهاية الجاه سيادة وسلامة حدودها وتأكيد على عدم خرق القواعد القائمة على القرار 1701 وأن الجيش اللبناني يتولى هو وحده حماية هذا القرار وحماية أيضا الحدود اللبنانية من أي خرق إذن الحكومة اللبنانية لبنان الرسمي يعتبر أن كل ما يتم قوله عن خروقات أو أن يكون هناك تجاوزات للقرار 1701 هذا أمر غير قائم وغير صحيح وأن الالتزام تام بهذا القرار عمليا رئيس مجلس النواب نبي بري قد يكون قد رد على هذه التصريحات حول تفجير النفق وإمكانية وصول عمليات عسكرية أو وصول أعمال الحفر أو التفجير إلى داخل الأراضي اللبنانية كان قد استبقى هذا الموضوع وقال الرئيس نبي بري أنه طالما أن الأعمال تجري داخل الأراضي الإسرائيلية فهذا شأن الجانب الإسرائيلي أما إذا طالت الأعمال هذه الأراضي اللبنانية فهناك كلام آخر وهذا طبعا يشي بأن لبنان قد يتحضر لمعركة ديبلوماسية بداية مع إسرائيل وطبعا قد تصل الأمور إلى محاولة اشتباك أو حد الاشتباك أو حد المعركة وسيكون هناك موقف من الدولة اللبنانية يطلب من الجيش اللبناني ربما التدخل مباشرة استنادا أيضا إلى بيان الجيش اللبناني الذي صدر أول من أمس وقال فيه أن الجيش اللبناني دائما سيكون بأتم الجهوزية في حال حدوث أي طارئ صحرار نوط من الجنوب اللبناني وكذلك يحيى قاسم من الجانب الآخر شكرا لكم نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد قليل مشروع قرار في الكونغلس يحمل ابن سلمان مسؤولية مقتر خاشقجي ووزير الدفاع الأمريكي بحاجة لمزيد من الأدلة لتحديد من أمر بالقتل أهلا بكم مجددا حصلت الحرة على نسخة من مشروع قرار طرحه مشارعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحمل ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان مسؤولية مقتر خاشقجي ويقول المشروع أنه هو بناء على الأدلة التي قدمت للمجلس فإن المشارعين واثقون من أن ابن سلمان متواطئ في مقتل خاشقجي ويحث الادارة الأمريكية والمجتمع الدولي على تحميل ولي العهد السعودي المسؤولية المشروع يضع أيضا الرياض للتفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن وعلى التفاوض يحل الأزمة مع قطر مستمرة منذ الخامس من يونيو من عام 2017 كما يدعو السعودية إلى إطلاق صراح المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال حقوق النساء جاته جدد وزير الدفاع الأمريكي جاماتس تأكيده بأنه يحتاج إلى المزيد من الأدلة لتحديد من أمر بقتل الصحفي السعودي جامال خاشقجي ماتسا الذي كان يتحدث للصحفيين على متن طائرة كانت تقله إلى أوتاوة للمشاركة في اجتماع للتحالف ضد داعش وضف أنه ينتظر تظهر التحقيقات مزيدا من الأدلة في هذه القضية وأنه لا يريد تكهن أو استخلاص نتائج متسرعة حول تلك الجريمة في مصر أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بسجن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه الأول خيرة الشاطر بالسجن المؤبد وصدر الحكم خلال إعادة محاكمتهما في قضية اشتباكات وقعت في محيط المكتب الرئيسي للجماعة في إحدى ضواح العاصمة عام 2013 كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على نائب المرشد العام للجماعة رشاد البيومي وثلاثة متهمين آخرين في القضية لكنها برأت العضو القيادية في الجماعة رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني وزير الشباب في حكومة حينها أسامة يسين والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعاصام العريان قال مسؤولون صومليون أن قتالا داميا الشباب بين جماعتين مسلحتين أيضا يطارد مسلح جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مقاتلين متحالفين مع تنظيم داعش الذين بدأوا يطالبون شركات كبرى بإتوات وذكر مسؤولون في الاستخبارات الصومالية تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم المطاردة بدأت في أكتوبر الماضي بقتل قيادي بارز في جماعة مرتبطة بالقاعدة على يد فرقة موت يشتبه بأنها تابعة للشباب في العاصمة مقطيشو هدد رئيس روسيف لادمير بوتان بتطوير الصواريخ نووية المحظورة بمجب معاهدة حضر الصواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى والموقع بين الولايات المتحدة وروسيا منذ ثلاثة عقود يتي هذا غدا تعلان وزير الخارجية الأمريكي ماك بن فيو أن واشنطن ستنسحب من المعاهدة خلال ستين يوما إذا لم تفكك موسكو الصواريخ التي تنتهك الاتفاق من جهتها حثت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موريني كل من موسكو وواشنطن على إنقاذ المعاهدة توقعت وزارة النفط الكويتية عبر حسابها على موقع تويتر يتم التوقيع على اتفاق للتعاون طويل الأجل بين أوباك ودول غير أعضاء منتجة للنفط يتي هذا عشية عقاد اجتماع المنظمة في فيينا على أن تتبعه محادثات تعقد غدا الجمعة مع حلفاء منظمة مثل روسيا كانت السعودية أكبر منتج للنفط في أوباك لمحت إلى ضرورة تبني تخفيضات كبيرة في الانتاج اعتبارا من مطلع العام المقبل إلى أن وكالة تويترز نقلت عن مصدر أمريكي تأكيده اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك إلى وزير النفط السعودي خالد الفالح في فيينا بعد مطالبة رئيس دونالد ترامب لأوباك في عدم قفض الانتاج زميلة ميرقاص تشرح لنا في العرض التالي أهمية القرارات التي تتخذها المنظمة وتأثيراتها على أسعار النفط نتابع إذن مشاهدين تنبع هذه الأهمية من مدى تأثير القرارات التي تتخذها على أسعار النفط العالمية فعندما تقرر المنظمة خفض الانتاج تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع بسبب انخفاض المعروض في السوق وبالعكس تماما عندما تزيد الانتاج يزيد المعروض بما يدفع الأسعار إلى الانخفاض من هنا فإن اجتماع أوبيك هذا الأسبوع يكتسي أهمية كبيرة حيث من المتوقع بحسب تصريحات العديد من وزراء دول المنظمة وعلى رأسهم السعودية أن يتم الاتفاق على خفض الانتاج بما يتراوح بين مليون ومليون وخمسمائة ألف برميل يوميا إذ أن هناك وفرة في الإمدادات تضغط على الأسعار وهذا ما يدل عليه انخفاض سعر برميل النفط بحوالي 30% من 86 دولارا في بداية أكتوبر إلى حوالي 60 دولارا اليوم في المقابل أيضا مشاهدين هناك ضغوط أمريكية على المنظمة كي لا يتم تخفيض الانتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالها بشكل واضح قال إن الأسعار مرتفعة وعلى أوبيك والسعودية أن تعتبر أكبر المنتجين في المنظمة أن لا تخفض الانتاج وأن تعمل على الإبقاء على أسعار النفط منخفضة واشنطن أيضا تقول بأن العقوبات على إيران حددت من وصول صادراتها النفطية إلى الأسواق وهناك هدف بأن تصل هذه الصادرات إلى الصفر وهذا يعني أن معروض النفط في الأسواق سيتراجع وبالتالي هناك ضرورة لزيادة الانتاج لا خفضه لتعويض الانتاج الإيراني كي لا تعود الأسعار وتقفز إلى مستويات قياسية كالتي شهدناها عام 2008 عندما وصلت إلى 140 دولارا للبرميل بالطبع الدول المصدرة للنفط يهمها أن ترتفع الأسعار كي تزيد إيرادتها لكن هذا يضر بميزانيات الدول المستهلكة وقد يضر أيضا بنمو الاقتصاد العالمي انطلق في العاصمة الأردنية عمان مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في نسخته التاسعة وذلك بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية أسعى المهرجان هذا العام إلى تسليط ضوء على معاناة المرأة من قضايا العنف وعدم المساواة بنغم تونسي أدته الفنانة بديع أبو حريزي رفع الستار عن مهرجان كرامة لحقوق الإنسان اختيار يعكس انفتاحا على ثقافات متعددة تشترك في هدف حفظ كرامة الإنسان تسليط الضوء على معاناة المرأة وما تتعرض له من اضطهاد بدى جليا في عرض الفيلم التونسي الجايد الذي يروي قصة معاناة نساء في سجن قديم لتعليمهن كيفية معاملة الرجال في خمسينيات القرن الماضي يعني في زمن الخمسينيات قبل استقلال تونس وقبل صدور مجلة أحوال الشخصية هذه المجلة التي أعطيت مكاسب وحقوق للمرأة التونسية بعد الثورة حسينا هذه المكاسب وهذه الحقوق وكأنهم يعودوا يعني يحكوا فيها ويعودوا يتناقشوا فيها في الفيلم جاء رد على هالنقاشات هذي اللي صارت أكثر من خمسين فيلما وثائقيا وروائيا تعرض في النسخة التاسعة من مهرجان كرامة لحقوق الإنسان على امتداد خمسة أيام تكرم خلالها جهود نساء يناظن ضد العنف والتشريعات المجحفة انتصاراً للكرامة الإنسانية أنت أنت لستي وحدكي طبعاً نحن مستعملين الفتحة والكسرة عم نحكي طبعاً على العلاقة التكاملية بين الرجل والإمرأة من خلال الأفلام من خلال سبعين إلى خمسة وسبعين فيلم من جميع أنواع الأفلام بس منكرم هذا العام المرأة بكل إنجازاتها المهرجان تضمن أيضاً هذا العام معرضاً لللوحات جسدة انتهاكات ضد المرأة على خلفية عادات وتقاليد مجتمعية هذه فيها ماما أنه أنا صراحة كنت كثير من الدائرة في هذه الفكرة لأنه إحنا محجبات ولازم نكون مسلمات ولازم كل هذه الفكرة ممنوعة بيني جمالك فأنا صراحة حاولت قلت لماما صراحة شيء للحجاب تقريباً بدي أرسمك فهي هذه الفكرة عليها إضافة إلى التركيز على قضايا المرأة وتكريم المتميزات في صناعة السينما تسعى هذه الدورة من مهرجان كرامة لإبراز ضرورة التكامل بين المرأة والرجل في كل نواحي الحياة ويعتزامن اليوم الختامي للمهرجان مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان في حلة المهرجان التاسعة أفلام وثائقية وروائية طويلة وقصيرة تسلط الضوء على حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص وحجم الانتهاكات الواقعة عليها في العديد من البلدان العربية والأجنبية حيدر العبدالي الحرة عمان وفي ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها انطلاق محالثات السلام اليمنية في السويد ومبعوث الأمم المتحدة يعلن تواصل الاتفاق تبادل أسرى ومعتقلين قتلى وجرح في هجوم انتحاري على مركز لشرطة الإيرانية في مدينة شبهار جنوب شرقي البلاد حالة تأهب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في ظل مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي للكشف عن أنطاق حفرها حزب الله هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتها عبر موقعنا على الانترنت كما يمكنكم التواصل معنا أيضا عبر صفحاتنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة